السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دائما مع السهل البسيط ورقي في نفس الوقت لما إن شاء الله عدة أشكال من عجين واحدة سهلة وبسيطة لف المقادير ولا في طريقة تحضير ديالها تابعوا معي المقادير وطريقة تحضير إن شاء الله بالنسبة لها الحلوة نحتاج 500 جرام من دقيق دقيق الأبيض من النوعية الجيدة نحتاج أيضا 100 جرام من زبدة اللي تكون بطبيعة الحال في درجة حرارة الغرفة نحتاج أيضا 80 جرام من سكر الخشن أو سكر حبيبات نحتاج رشة من الملح فقط لتصحيح الضوغ وهنا نبدأ نجمع العجينة بالمدي الزهر اللي نخفو بقليل من معادي و لو بغيتوا تخدموا به كامل تقدموا به كما يمكن لكم تعوضوه بالحليب اللي بغي يخدمها بالحليب ويضيف لها رشة من الفانيلا يقدر يضيف لها أول حاجة غدي نحاول نخدم هاد العناصر الملحة مع الضقيق مع الزبدة مع السكر الخشن نبسهم مزيان وعادة باش نبدا نضيف في الماء تدريجيا حتى نحصل على واحد العجين اللي يقول القوام ديالها قوام اللي هو متماسك تكون عجينة متماسكة ما تكونش عجين اللي هي رطبة ما محتاجينش أنا ندلقوها نهائيا غدي نوضعها فقط تحتاجها على الأقل 30 دقيقة ولي قدرت تخليها حتى يكون أحسن هنا بالنسبة للحشواء و للعقدة قد نحتاج هنا هنا العقدة اللوز ممكن لكم تعاوضها بعقدة ديال كوكا هنا احتاجت أنا بالنسبة لنصف كيلو ديال الطاق تخدمت فيه كيلو ونص ديال العقدة ديال اللوز ضفت لي 500 جرام من السكر الخشن والسكر وحبيبات كنخدمهم مزيان يعني العناصر الجافة هنا أنا مكفينيش الإناء اللي غنخدم فيه فبالتالي غدي نحولوه لهاد البول حيث العقدة عكس العجينة العقدة ديال اللوز كتبغي تخدم مزيان ضروري لما تخدمتش مكتعطيش يعني النتيجة المرغوب فيها هنا أنا نضفت ليها يعني كما شفتو 150 جرام ديال الزبدة معها جد مع العقدة المربة المشمش ومعها رشة من الملح كان خدمهم مزيان يعني حتى وخا تكونوا بغا تخدموها بيديكم خدموهم زيان في قصرية ولفشئينة من بعد عادة باش بوضيفوه في الماء الزهر غغب بالتدريج يعني ما تضيفوش بزاف حيتراها مع سكار ضغييك يتلقى الموت جرى ليكم العقدة وما جيتم زيانة هدا ووالقوام اللي خاصة حصلوا عليه ما خاش العقدة تكون جارية وما تكون شقا صحا في نفس الوقس هناك ما شفتو أنا خدمت ببودرة ديال اللوز ما خدمتش باللوز يعني صحيح انتوما لكن عندكم اللوز فاوضعوه في الماء الساخن وخليو خمسة دقيق حتى يعني حتى تحسو به رهار طاب حيدوري القشرة ديالو وندلوه في حد المندين ونخليوه ينشف فقط ما خليوش ينشف مزيان سيكتوكي الحال سخون سينوره ما كي يعطيشو حد نتيجة ليه يزوينو كيف قدي يعني قاعدك الزيوت اللي فيه نتيجة كتكون حسن من هدلوز بودرة في كي يكون فيه زيت يعني كي يكون محتافظ بالزيوت ديالو كي ما شفتو هنا يا أنا شكلتو مع شكل ديال كويرات الحجم ديال الكورة ما بين خمستاش حتى العشرين جرام على حساب انتي الحجم اللي بغيتي هنا العجين ديالي كي مشتور وضعتها في تلاجة فبالتالي القاوم ديالا كي يكون شوية قاسح من أحسن باش كتعوني في الخدمة وما كان حتيش نهائيا أنني نرشد دقيق يعني لا رشد كرشو حد الكيميا قليلة ومن أحسن فبالعوض دقيق يعني رشو بالناشا ديالو لما يزينه باش مكتشها بشين الحلوة وكتجيلون ديالها مشي بوهدك هنا هندووزها في هاد الآلة اللي ما عندوش فقط يصرحها بيدو فقط هاد الآلة كتعطك يعني يعني كي يكون مستوى ديالا مزيان هنا بالنسبة هدو الرقم اللي خدمت بها قد نشكل دوائر هنا العجين نرني دووزها في الرقم اللي قبل من الرقم اللي رقيق بزاف يعني ماشي رقيقة تماما وإنما اللي فوق منها يعني نمروح دا فوق منها يعني كل ما كينو فيها رقم ما كي ماشي بحل بحال يعني حتى كنشكل دوائر كاملين وكنناخد واحد ضيارة اللي كان كنخففته بالقليل من الماء يعني بالنسبة البيضة واحدة تاخدوا معها ملعقة من الماء وتخليوا تحركوها مسيان حتى كي حيدوا ذلك الخيوطة من البيض وكننخدموه بها يعني هادية هادية لكل اللي كان خدم بها أنا كتتعون أن النقش كي بقى تابت في الحلوى وأن الحلوى يعني ما كتنفخش العجين على العقدة كتبقى تابتا وكتبقى يعني كين عدة طرق فهدي من بين اللي زاستوس يعني اللي كي يخدمو بهم الناس كتخلي الحلوى ديالك تجي ناجحة يعني وما تريسكيش فيها يعني كما شفتوك اللي عجينة كندير الدوائر صغر من العقدة باش مليك نجمعهم يالله كي يجي هم هادوك وما كتجينيش هديك الطوية من الفوق كما كتشوفهم كتجيش خشينة يعني كتبقى اضغط عليه من الفوق وكان ناخد نقاش اللي كي يكون مقوس يعني ما كي يكون شدك النقاش اللي مقاد وكان بدا كان نقش فيه بشكل ليه هو مائل هناك ناخد اللوز كان وضعوه في بيض البيض يعني درورة وضعوه في بيض البيض يعني درورة وضعوه في بيض البيض عادر وجدده على همسيان حتى تدخل داخل باش مليك تكون طيب مكتت تنفخش تنقش العجين تنقش العجين تنقش العجين تنقش العجين نشكله بشكل سهل هذا الشكل دمعة و القطرة النادى نجمع العجين كما هكذا نضربه على شكل الدمعة و نضربه على تحت مدينة و لا ننقصه فقط تحت يدك نقوم بشكل الدمعة و نضربه على تحت مدينة نقوم بشكل دروق منظر إنه تحترق العجين و نقوم بشكل سعيد لديك الدمعة نقوم بشكل دمعة و نقوم بشكل مدينة و نقوم بشكل المصدر و نختار و ست kroon و نستطر نضيف الشكل الثالث 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 المصدر من 15 او 20 قرآن نضغط المصدر من الجوانب نضغط المصدر من الجوانب تتصبح نوع من الجوانب نضغط المصدر من الجوانب نضغط المصدر من الجوانب مصدر نقصص لها نحن نقطعها 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 نقطع مائلة من نقطعها 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 ثم نقطعها أرزعه هنا يمكنكم زينهم باللوز و كوكاو يمكنكم زينهم باللوز و كوكاو كوكاو كوكا كامل 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 نقش وضفت نقشتها بالنقاش وضفت لها هذه الوردة وضعت لها العقيق من الفوق يمكن لكم احتلوزة من الفوق ولا القرقاع ولا اي نوع من المكسارات من الفوق انتم مقيدين يعني اتبعوا جميع المراحل انا كان اعطي فكرة وكل واحد كي يزين كيف ما بقى كي يجي الشكل دياله في صراحة الزوين وساهل في التطبيق دياله يعني كان نصحكم انكم تجربوها هنا العقيق يمكن لكم ضيفوه انا من احسن يعني فقط لتصوير حطيت العقيق هذا الشكل يعني خامس ولا ساعتمون انتم عارفين هذا الشكل ديالك عبغزال يعني نفس العاجين فقط للاشارة في انا العقدة اللوز غادي تسولون العقدة اللوز رأي انا قسمتها ونكهت كل شكل بنكها مختلفة كي لدرت فيهم القرفاء كي لدرت فيهم النكهة الكراميل كي لدرت فيهم الفانيلا يمكن لكم دلونك هذه الحامل تايكة الجيمزيانة او النكهة البرتوقيل هناك مشتوك عبوزال كي بغيت تخدم مزيان بليد يعني ضروري تبقى وضغطوا بيديكم حتى تتبت العجينة مزيان على العقدة باش ما يتحلش ليكم اللي يكون في الفران هنا انا بالنسبة قدي نقشو فقط من جهة واحدة ما نقشوش من جهات كاملين يعني لك الحال سخون فهو ميك يحتش انه يبقى بزافة الوقت يعني 12 ساعة كافية باش طيبه ولكن لك الحال بارد فمن احسن كتخليوه ليلى كاملة هنا بالنسبة للفوق علش خليتوا لقيتوني ما ضغطش عليه مزيان يعني ما خليتش الحافة دياله تكون يعني شوية رقيقة خليت عرفت راسي مازال غدي نعود نقشا يعني شكل يعني دياله كي يجزوين وسهل يعني وهذا كي يحيد لك الريسك انه يقدر يتحلي لك في الفران حيث ذلك النقشة كتخليه ملي كي يكون طبيعة حال كي يطيب في الفران كنا عرفوا ان الكعب غزيل ضروري حسنا نتقبوه هذا ماشي بالضروري تقبيه يعني غير ذلك النقشات راح كي يخليو العجين على العقدة لداخل كتنفس وعندها مني خرج عني الهواء وبالتالي ما كيتحلش ملي كي يكون في الفران تقريبا غدي نكون سريد الاشكال كاملين هما هادو هنا الى كان الحال سخون يعني لحساب الجو ديال حرارة الغرفة وحساب الجو الى كان الحال سخون كيفما هاد الوقت فمجرد انكم تخدموا الحلوى ساعة ساعتين طيبوها في الفران يعني محتاجش ان تبقى ليلة كاملة عكس كعب غزيل يعني من الاحسن تخليه واحد اتناشر ساعة الى كان الحال سخون يلا كان الحال بارد تبيته ليلة كاملة ويعني ما فيها بلاس تقبوه يعني ما خدكونوا من الناس لغدية كي الله بادين في الحلوى يعني تكون من تحت باش ما ياخد ما يعني ما تغامروش انه يتحليكم في الفران هناك ما شتونا خليتهم غير لطون لصوت فيه الطاوت غد نطيب هادو يعني ما قد نخليهم مش تلغد له عكس كعب غزيل غد نخليه هنا درجة حرارة طبيعة الحال مية وخمسين نار لي هي مهيلة بزاف ما محتاجين انهم يطيبون فقط يتمعو وقاعدنا في حدوزوا معاكم باش نحضروا يعص Congo 味avant انا التعسيل اقدت من أخت جزائرية يعني انا خدمت معها وطريقة ديالة عجبتني ففي قبل كنت كانت للناقش كانت نجف كندير ناباش كندير نافاش مهيل ت various نضيف جوج و مرسوت الحامض اضيف جوج و ثم طيبا تقريبا انا كنضيف لها منعقة حتى الجوج ديال غليكوز اللي بغا تدير ناباج يمكن لها تدير ناباج يعني مكعطوش نفس النتيجة صراحة نجربوهم جوج ما غا يعطوش نفس النتيجة انا بتاجبتني هادي كنضيف لها الغليكوز علاش باش لابقات واحد مدة مكتنشفش يعني كيبقى هدك اللمعان فيها من الفوق كنعرفو ان الغليكوز رها شوية شد وكيخلي رهدب اكتر يولو كيديرو حتى في العسل اللي كنطفيو في شباكياب ريوات المقروط اي حاجة كنديرو فيها الغليكوز باش كيبقى العسل تابت من الفوق هنا العسل الحلوة بطبيعي تحارها باردة في حين ان العسل لولا السير ولا قد ينعسلو فيها خصو يكون سخون ماشي دافئ يكون سخون هنا دو مشكلة ديالنا اتمنى انا مكونوا الاعجاب ديالكم يعني حاولت ما امكن انا نوصل الفكرة انا تكون وصلت يعني ما قلت ما يمكنش ندير هد الحلوة ما باطع جيهاش معاكم كفكرة اللي بغت طبقها يمكن لها الطبقة شوو شكيلات كيفاش يجو كيمكن لكم هدو ندرتو في الجنجلان يمكن لكم ديرو في اللوز مهرماش ولا ديرو في سوداني كما بغيتو كان هدو الفيديو ديالي يوم تمنى انا يكون الاعجاب ديالكم الى عجبكم طبيعة الحال فهم ما تبخلو جاينا بلايك لايك 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 والفيديو ما خاصلوا وبرتاجيوا عندكم كاملين وواتساب انستاغغام ما عرفت عليش ما توجد شيء ولكن نخلي لكم ديال رابط اسفل الفيديو فمقرية الى نقولكم دونتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله اشتركوا في القناة